السلام عليكم أعزائي الطلاب هنتكلم على الاشتقاك الجزئي أو المشتقات الجزئية لتكون الدالة في X و Y دالة في المتغيرين يمكن تعريف المشتقة الجزئية الأولى لكل من المتغيرين X و Y على أنه معدل التغير الحادث في الدالة نتيجة التغير الحادث في أحد المتغيرين تكتب على الصور المشتقة الجزئية للدالة F بالنسبة ل X تساوي نهاية F X زايد ال H و Y نقص F X Y على H لما H تقول الصف المشتقة الجزئية لل F بالنسبة ل Y يساوي نهاية F X Y زايد ال H نقص F X Y على H لما H تقول الصف وذلك بفضل وجودة النهاية في كل حالة مثال إذا كانت الدالة F X و Y ساوي 3 X تربيع Y تربيع نقص 4 X Y زايد 3 أوجد المشتقة الجزئية F X وال F Y وال F X وال F Y عند القيام 2 و نقص 1 عشان نوجد المشتقة F X نعتبر ان ال Y دي ثابت تعالي نشتق يبقى إيه؟ 3 في مشتقة X تربيع نقص 6 X في ال Y تربيع نقص 4 Y و مشتقة الثلاثة بصفر نحسب قيمة المشتقة عند 2 و نقص 1 تطلع ب16 نشتقة بالنسبة لل Y F X و Y هاي؟ هنعتبر ال X ثابت نشتقها تطلع بكام ب6 X تربيع Y نقص 4 X نعود عن X وال Y بالقيمة 2 و نقص 1 تطلع بناقص 32 مثال إذا كان W يساوي X Y تربيع يقص X Y أوجد مشتقة W بالنسبة لل Y تبدعا نشوف مشتقة W بالنسبة لل Y معناها إيه؟ ال X ثابت يبقى كنا هنشتق حصل ضعب الدلتين دول نشوف ال X الوحدة مشتقة Y بكام ب2 Y بال X بالدلل أسي ماشي زائد ال Y تربيع و مشتقة الدلل أسيه بالنسبة لل Y نفس الدلل أسيه و مشتقة الدلل أسيه بكام بX إذن النتيجة النائية تبقى بالشكل ده بنفس الطريقة و بنفس الأسلوب المشتقة الجزئية للدول في ثلاث متغيرات تبقى نفس الطريقة فإذا كانت F X Y و Z دالة في ثلاث متغيرات فإن لها ثلاث مشتقة جزئية F X F Y F Z F Z اهو F X Y و Z زائد ال H ناصر F X Y و Z على ال H لما ال H ترقى تقول للصير وال F X و F Y زي ما قلناها في الدول في متغيرات مثال إذا كانت W يساوي X تربيع Y تقعيب X Z زائد E و X Z وجد مشتقة ال W بالنسبة لل X و مشتقة ال W بالنسبة لل Y و مشتقة ال W بالنسبة لل Z مشتقة ال W بالنسبة لل X معناها أن ال Y ثابت وال Z ثابت إذن نشتقل حد يبقى ال W بالنسبة لل X يساوي إثنين X وال Y ثابت بالتكعيب سين Z زائد نفس الدالة للأسية E X X Z في مشتقة ال أس بالنسبة لل X بكام ب Z طيب مشتقة ال W بالنسبة لل Y معناها هي ال X ثابت معناها يبقى ال X تربيع مشتقة ال W تقعيب ب 3 Y تربيع سين Z والحد الأخير لا يحتوي على ال Y إذا مشتقةه ب صف مشتقة ال W بالنسبة لل Z معناها هيه؟ معناها ال X ثابت وال Y ثابت إذن X تربيع Y تقعيب مشتقة السين بكو سين Z زائد الحد الأخير نفس الدالة للأسية E X Z في مشتقة الأس بالنسبة لل Z بكام بل X هنتكلم بقى على المشتقات الجزئية من الردبة الثانية اللي هي اسمها FXX لكننا هنشتق ال FX تاني وال FYY وال FYX أو FXY أو FXY دي اسمها المشتقات الجزئية من الردبة الثانية لو كانت الدالة متصلة الدالة FXY دالة متصلة والمشتقات الأولى بتاعتها اللي هي FX وال FY وال FXY وال FYX دالة متصلة فإنه لازم يكون متساويين إذا كان X وال Y ينتمي لل A تربيع مثال لو معنا الدالة FXY يساوي X تجعيب Y تربيع ناقص 2X تربيع Y زي 3X نوجد المشتقات الجزئية من الردبة الثاني بعد هنشتق نجيب FX 3X تربيع Y وهنا 4XY زي 3 نجيب FXX ولا خلينا نجيب FY الأول FY يساوي 2X تربيع Y زي ناقص 2X تربيع FXX نشتق دي تاني بالنسبة لل X يعني ال Y يسابت يدينا 6XY تربيع ناقص 4Y وال FYY يدينا إيه احنا هنا هنجدد FXY يساوي 6X تربيع Y ناقص 4X وال FYX هي نفس القيمة وال FYY يساوي 2X تقييب ترجمة نانسي قنقر